مستر أجوستي مذاكر في الاتحاد كويس أنا لسه عايز أسألك فنياً بتشوف هذا الرجل وهذا المدير الفني عبقاري آه يعني من ناحية الفنية ومن ناحية كمان الانسجام مع اللعيبة وتطوير أداءهم يعني بتطلق عليه عبقاري فعلا آه بصراحة لأنه بيدير المباراة أو بيدير المنظومة مش فنياً بس فنياً وشخصياً شخصية الليدر كويس قوي بيعرف إزاي يعني يفرد رأيه وشخصيته على الجهاز المعاون قبل الفريق ودي حاجة تحسب له وأنا كمدرب حالياً بحاول أتعلم منه الجزئية دي مهم جداً جداً فرض الشخصية مش فرض الشخصية اللي هو الدكتاتورية ولكن فرض الشخصية اللي هو يعني كل واحد عارف دوله إيه أنا مدرب وأنت العيد أنت شغلتك أن أنت تتلعب وتغلط وأنا شغلت أن أنا صلح لك هو وصل لمرحلة أن اللعبة بعدها ثقة فيه فلو هو قال يمين حيبق يمين حتى لو الليمين دي غلط صحيح ودي بتبقى أنا يعني من تجارب كتير وخبرات كتيرة ما بين اللعبة والمدرب على مدى بطولة أو بطولتين أو سنة أو سنتين وقعد مع النادي بقاله سنتين أهم لا محقق نجاحات كبيرة أنا دايماً يعني بتبنى هذه أو وجهة النظر دي اللي يقول لك مدير فني ناجح لازم يكون ناجح في الشقين الشق الفني والنتائج والشق كمان الإنساني والنفسي مع اللعبة وعتقد جوستي بوش من اللعبة اللي قدرت فعلاً تجمع بين الابنين أنا عايز أقول لك أن الشق النفسي ده ممكن فوقتها بقيت بقى أهم بكتير من الفني صح صح أهم بكتير من الفني وعلى مدى تاريخنا وإحنا بنلعب فيه مدربين عندهم النموذج ده إنه هو ممكن ما يكونش فنياً أحسن حاجة بس بيعرف يوصل اللعيب لحالة نفسية وزينية وعلاقة إنسانية ما بينهم اللعيب يخليه بالبلد كده يدينه عنيه هو عامل الكلام ده وزودي على اللي أنا قلته ده الشخصية القيادية اللي في الملعب قوي جداً شخصيته قوي جداً سعب توصل لمرحلة العند أو مرحلة فرض الرأي بالقوة إنما في وقت ملاقات الكلام ده ناجح الجهاز المعاون معاه طبعاً كلهم جرحي ورمي دياستي وكابتن طاري غنام طبعاً ودكتوري داخلات الجهاز المعاون الفني والإداري أنا على اتصال بيهم باستمرار ودايماً بتكلم معاهم في الأمور اللي جانب النواحي الفنية لأن النواحي الفنية نحن بنشوفها نحن كمدربين ولعيبة أسر كورت السلة نحن بنشوف هذا الكلام ده في الملعب فنقدر نقراه إنما الجوانب النفسية والتعامل ما بينه والعيبة مش هنشوفه صحيح فدايماً بنسأل على الأمور دي فبيأكدوا اللي أنا بقوله لحضرتك ده إنه هو ليدر قويس كوي شخصية قوية جداً اللي بقى وصلت إنها برغم شخصية قوية اللي بتحبه ودي أهم حاجة مهمة جداً المدرب لو وصل لها بأقل عوامل فنية ممكن يطلع إنتاج كويس وبيطور التطاق أنا بشوف دايماً مدير الفني الرائع أو المتميز هو مش بس النتائج معاه بتختلف أو بتبقى أفضل لا كمان فكرة إنه هو يطور اللعيب أنا شو بتكلم بس في السلام بتكلم على كل الرياضات ويمكن كمان ممكن أذكر مثال الفريق الأول عندنا فلكورة القدم فهي قصة كلها إن أنا إزاي كل لاعب عندي بطور من أداء وبطلع الإمكانيات وبستغل الإمكانيات اللي عنده وبوظفها على بالشكل السريم في الملعب دي بتبقى عينه هو ممكن يكون شايف حاجة في اللعيب إحنا مش شايفينها أنا هدي مثال بفلة الباسكت مثلاً مثلاً يعني اللعيبة اللي سؤالين في السنة زي عمر زهران أو مؤمن طريخ خيري أو كريم حاتم أو اللعيبة دي اللعيبة كويسة على فكرة اللعيبة كويسة جداً تواهجوا مع أغوستي في الملعب برغم إنهم مشاركاتهم مش كبيرة قوي بس تثناء عمر زهران عمر زهران بشارك بالنسبة كبيرة إنما ظهر لهم بشكل الكلام ده توظيف الكلام ده توظيف أغوستي لهم الكلام الحاجة بتقولين نفس الكلام أحمد مهيب أحمد مهيب مثلاً وارد جديد لنادي الأهلي بقاله حوالي سنتين أو ثلاثة مشاركاتهم متبقاش كبيرة قوي مع الأهلي ولكن الوقت اللي بيشارك فيه مؤثر جداً إزاي أوصل اللعيب إنه هو بمشاركاته العيلة يبقى مؤثر جداً دي العين وثقة المدرب في اللعيب وثقة اللعيب في المدرب أنا بكلم حاجة دولتي في عوامل كتير قوي بعيدة عن جناوحة الفنية صحيح